عندي مسلسل إثبات نسب كنا وقفين شوية وأغطا قد هيتغير الاسم لأن في مسلسل نزل بإثبات نسب سمعت فهيغيروا الاسم أكيد بس هو حفظه بكده يعني هنكمل مسلسل حلوة قوي بردو جدا دورة ومجموعة كبيرة معنا يعني وبعدين هنكملوا إن شاء الله بعد العيد ده أنا سمعها قالوا أنه حيستقنفوا التصوير بعد العيد إن شاء الله بوس عايز أقول لك حاجة إحنا مش بنمنع في العزاءات مش كده وبنمنع في الجنازات الجنازات هو كان في صحفيين محترمين جدا جدا وبيلتزموا وفي حاجات ما بيصوروهاش وفيه لأسف بعد المواقع بتخش تعرف يعني دقتحم ولاقي مثلا مرة شفت بيشيلوا يعني المتوفي وهيدخلوه بيصوروه وهو بالقماش في حاجات لها حرمة وفي حرمة ميت وفي حرمة أسرة ميت يعني أما أسرة ميت شوف ماتشعة زي ده حتتداي وللأسف مما موقع بينزل بيروحوا جرين وراء مواقع كتير فهو لي حاجات إيجابية فإن إحنا بنحافظ على الأسرة الأسرة اللي هي بتبقى في حالة حزن جديدة على المفقدان حد غالي عليها وفي نفس الوقت حرمة ميت طالما بيقتحم طالما للأسف ما بتقدرش تعمل لصحفيين المحترمين بس واخد بالك لأسف ما بيبقى مفتوح بيتفتح على كله واخد بالك هي دي النقطة لكن أنا بقول إن في ناس كات ملتزمة جدا وفي ناس كات محترمة جدا وتعاملنا معهم كتير وبيبقوا في مكان بعيد وفي حاجات ما بيصوروهاش يعني في ناس بتفهم كويس قوي التعامل إزاي مع الجنازات لكن للأسف الناس اللي بتسيق هي اللي بواسط الدنيا